هؤلاء الأشقاء الأكراد العشر الذين يضحكون ويتبادلون أطراف الحديث في منزلهم الآمن ببلدة ديانا شمال العراق عادوا مؤخرا من جبهة القتال كانوا يقتلون في صفوف قوات البشمرغ التي تواجه مسلحي تنظيم الدولة بالقرب من بلدة ربيع أحد الأشقاء تعرض لإطلاق نار في الساق قبل نحو شهرين ويتعافى من إصابته في منزله تحت رعاية أشقاءه إنني فخور بأن شقيقي أصيب على الجبهة وسأخدمه وأساعده في تغيير ضماداته حتى يشفى وفي منزل الأسرة توضع البنادق إلى جانب الباب ويزيد عددها كلما دخل أحد الأشقاء الغرفاء ويفتخر المقاتلون بالصور التي التقتها خلال دفاعهم عن أرضهم جميع قوات البشمرغ على الجبهة أشقاء لنا ولكن سبب خوضنا الحرب سوياً يتمثل في أن الأشقاء يمكنهم الاعتناء ببعضهم البعض بشكل أفضل ويدعمون بعضهم بعضاً ليست هذه الأسرة وحدها التي تقاتل ضد تنظيم الدولة فقد انضمت العديد من الأسر الكردية إلى صفوف البشمرغة متحدية كل المخطر